كان واحد قرى رواية عائد الأحيفة اللي يابت فيها الجملة دي فبعد كده دخلت على فصل الفراغ وعرفت الفرق بينه وبين وقت الفراغ وانه الناس وقت الفراغ كان زمان ان احنا كنا نرجع من الشغل نقعد ساعتين تلاتة على القهوة نقعد قدام التلفزيون عارفين معادل مسلسل بعيدين بالنام بنصح الشغل تاني ده كان وقت الفراغ في الجمعة اليوم العائلي دلوقتي الناس قاعدة وسط الشغل وقاعدة في المواصلات وقاعدة في كل مكان فتح السوشي ميديا بتبحث عن شيء هي مش عارفة فراغ نفسي وفراغ مهني انصراف انا بسميها انه احنا كلنا بقنا منصرفين يعني بقى فيه يعني انصراف او بحث عن عالم احنا مش عارفينه هل هو بيسلينا ولا هو بيلبي رغبات ولا احنا زهائمين للعالم اللي احنا فيه ولا بنشوف مثلا ان غيرنا حصل عنده مشكلة فحس ان انا كده مبسوط ان هو عنده مشكلة او غيرنا عايش حياة كويسة العلماء في الخارج عملوا كذا حاجة من الموضوع ده يعني فيه نو موبايل فوبيا يعني ده بيقول ان انت لو الموبايل الموبايل نفسه وفيه الفومو طبعا الفومو طبعا الفومو طبعا فيه رقف ميسنج قاوت ان انت طول الوقت بتطلع خلينا نقول الناس الفومو ده اللي هو حضرتك انت مش قادر كل شوية عايز تشوف مين بعث لك مين عمل لايك مين الكذا يعني كل ده احنا عملين عندنا ده فيه برضو مين زي مرض بس سلوك كده لو انت بتحس ان الموبايل اتهز هو ما تهزش يعني انت طول الوقت عندك احساس ان فيه اهتزاز وهمي يعني متلازمة الاهتزاز الوهمي للموبايل كل الحاجات دي كل واحد بقى هو داخل واحد عقليته بتخليه عنده اهتزاء واحد عنده مشكلة التفراغ فيه مثلا مشكلة التبخر ازاي ده مرض رقمي انا بتكلم عنه ازاي السوشال ميديا خليتنا مش مركزين المعلومات بتروح مننا بنكتب البقاء لله مبروك الف سلامة البقاء لله واخر اليوم مش فاكرين احنا عزنا مين او بريكنا المين ده عمره عمرك لما تكتب العشرين واحد البقاء لله انت بتحس ان انت عزيت عشرين واحد لكن ده يوازي لما كنا بننزل ونروح نعزي اه طبعا يعني يمكن مخرجي صح بيقولي حاجة احيانا انت بتقول البقاء لله مرتين على نفس البوست انت مش فاكر الناس مش فاكرة ان انا عزيت او حد تقابل حد يقولك متشكر جدا انت عزيتني وانت مش فاكر اصلا انك عزيت للأسف الشديد انا مرة تعرضت الموقف ان انا بس يعني اتلحقت يعني ان انا كتبت الحد بدل بقاء لله الف سلامة لان انا كان البوست اللي قابله حد تعباني هو طبيعي كمان التصميم او الخرزميات طبعا بتتحكم فينا بشكل تصميم العمودي ده بيخلي العين طلعة طلع ونازل لما بتركست